أي مكان تصله صواريخ وقذائف وطيران ميليشيات حفتر غير آمن كمن دخل بيته تماما؟ مدينة ليبية أخرى تتعرض لهمجية ميليشيات حفتر، مدينة مسلاتة، المحاذية لترهونة تستقبل أكثر من 15 صاروخ جراد قادما من جارتها التي تأوي الكانيات أخطر ميليشيات ساكني مرتفعات الرجمة مع مجرمين وافدين من المنطقة الشرقية يحاولون تكرار السيناريو نفسه الذي مارسوه شرقا الجار يقتل جاره ويستولي على أملاكه وفي أحسن الأحوال يهجره طبعا يا أخوي كنتم كيفما لحظتوا واتقتوا تعرضت مدينة مسلاتة لقصف غادر طال من منازل المدنيين طبعا لأكثر من خمس ساعات متواصلة لحظتوا كمية الدمار اللي صارت هي الحمد لله جيدة بسيطة أنها مجلس في أرواح الناس ومجلس في المدنيين وفي الأطفال وفي العجايز الحمد لله يا رب لكن لقدر الله ويقصونها مرة تانية بشعركة بجيل كارتة طبعا كل شي حني مدينة مسلاتة موفراتة باهي البنزين الغداء الموت غدائية الغاز كل شي الحمد لله يعني جيراننا في الأخير باهي موفرين لهم ناس مدنية يجو يخش وياخد في بضعاتهم ومية في المية قصد انت ليش تجازين انت بالشي هداي أراو سبحان الله هي الساعة يمكن العشرة ونصف الليل بدي القصف باهي العشرة ونصف الليل ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مدينة مسلاتة لعدوان ميليشيات حفتر فقد سابق أن قتل ثلاثة مواطنين في غارة إماراتية داعمة لميليشيات حفتر على المدينة في ديسمبر 2019 منازل السكان في مسلاتة تضررت جراء القصف المتجدد ضمن مسلسل التدمير الممنهج الذي تمارسه ميليشيات حفتر منذ عام 2014 وهو بالطبع مشهد ليس بجديد واعتاده الليبيون أينما حل وباء حفتر منذ انطلاق عملية عصفة السلام في أواخر مارس ردا على استهداف المدنين في طرابلس وتحرير الساحل الغربي واقتحام ترهونة بدأ الخناق يتزايد على ميليشيات حفتر يوما بعد يوم وتزداد هي عنفا ضد المدنيين حتى قيل إنها ترقص رقصة الديك المذبوح بانتظار هزيمتها الكبرى